اشتركوا في القناة شكرا أوي أوي كل سنة وأنت طيبة ريهام كل سنة وأنت طيبة موضوع البرنامج بتاعنا ما ينفعش ما ينفعش ريهام سعيد تبقى مع منا فضالي عايزتكوا تثبتولي ما أنا عايزة تثبتولي في الحلقة النهاردة ينفع وما ينفعش ده موضوعنا النهاردة ينفعش ليه؟ ده اللي حيبن نهاردة واتقول لي ينفع تبقى مع بعض ما ينفعش إحنا نبقى مع بعضة لا ما ينفعش أنت طبقوا مع بعض ليه؟ عايزة تثبتوا المشاهدين أنتو فعلا حينفع تبقوا مع بعض في فيلم ينفع مع بعض تبقوا مع بعض تمثيلية ينفع مع بعض تبقوا مع بعض في الحياة نبتدي ريهام سعيد التناكة بالنسبةلي إيه؟ يعني إيه بالنسبةلي إيه؟ يعني لما بتبقي نجمة وبتحس ان انت تتنكى على الناس؟ لا ما بتتنكش عن الناس بس ممكن الناس تفهم يعني تعايموا المعين ان هو تنكى وهو مش تنكى منا فضالي لو لقيت حد وانت ماشي بالعربية كده يا أسازة والنبي نفسه سلم عليك توقفي تسلم عليه ولا من بعيد وتخفي ان هو ممكن يكون عايز يعمل فيك حاجة لا لو ماشي على طريق عادي مش هقدرقف أكيد بس ممكن أسلم فيهاش مشكلة يعني بتسلم على كل الناس بحرارة؟ اه طبعا ما سلم على كل الناس منا فضالي مش تنكى؟ لا الحمد الله متوضع؟ اه الحمد الله فيه في حياتك مشاكل؟ اكيد كلنا عندنا مشكل رهم سعيد فيه حياتك مشاكل؟ ما عمديش غير المشاكل انا اتكلم مع بعض بصراحة على المشاكل؟ اه طبعا جالك مشهد في فيلم ولازمة تلبسي بدلة رأس تلبسي ولا ترفضي؟ ممكن ألبس بدلة رأس بس اب انا اللي عاملها يعني تبقى محبش ممكن أطلع نابسة بدلة هي بتبقى كتير دي في حياتك بدلة رأس واحدة؟ لا 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 في بدلة رأس مفتوحة من هنا و لا لا في بدلة رأس بتبقى ممكن بنعملها زي ما بنصور بها في الفيديو هتعمل بدلة رأس بحجاب يعني؟ لا مش بحجاب ممكن تبقى جلبية عادي بس مش بدلة اه استاذ رهام لو جالك دور في فيلم وتلبسي بدلة رأس تلبسي؟ لا تلبسيش؟ لا ليه؟ لا يعني ما يعني ما قدرش ألبس بدلة رأس يعني والله مش حاسة حاسة ان هيب؟ لا يعني حاسة أولا ان انا هخسر جمهور كتير قوي لو عملت كده لأن ما بتفرقش معاهم هي بيبقى دا دور رأسة فأي حد بيطلع في دور رأسة بيخسر جمهوره من جير ما يحس يعني انت هتخسر جمهورك ومنها مش هتخسر جمهوره؟ لا انا ما عرفش عن منا منا حرة لكن انا بقول لك عني انا انا متأكدة ان انا لو عملت دور زي دا هخسر جمهور كتير قوي هي بتكلم وجهت نظر انها مزيعة واعلامية وانا ممثلة هي طبعا رهام زميلة وممثلة برضو زميلة لنا بس هي كأساس هي مزيعة واعلامية قبل اي شيء لا بس هقولك حاجة برا مزيعة كمان كشرقية انا متأكدة ان الجمهور ابي شوف لكن عنده الممثلة دي احسن ممثلة دي يعني عبلة كامل مثلا الناس بتحبها قوي عشان كده عشان هي كوميدية وا 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 لكن مفيش حاجة ايه مزبوط مونة زاكية لكن الناس اللي اتجهت بقى طب مونة لبسة بدلة رأس فين؟ اه طبعا لبسة في خالتي فرنسا بدلة رأس لا لا بس همش قصة كده بس كانت لبسة تحتها طاب و بتعملها بشكل كوميدي اه لكن اي حد دلوقتي بيطلع في دور الدعارة او اختصاب او اه لا تي بتبقى شكلها مقزز شوية اه معا يعني منها فضالي لو جالها استاس خالد يوسف كلامه و قالها في مشهد انتي بطل فين بس خلي بالك ان في مشهد اختصاب مش هتعملي؟ والله انا استاس خالد يوسف قال منه مش هتشتغل معي ابدا عشان انا بعملش سينما نظيفة خلاص استاس محمد ليه قال كده؟ علشان انا طبعا ما احترام يا استاس خالد يوسف انا بعملش اشتغل افلام بتاعته اه يعني ما عنديش الجراءة دي بصراحة ايا كان ما عنديش الجراءة دي اه اكلمك بمنطع صراحة اه وازالش ماني لا انت تقول لي خالد يوسف جراءة بتاعتم فاش واللي انت عملتي فايت ميلادك ده مش جراءة لا مش جراءة اعادي يعني بالنسبة لك لا انا ما كنتش اه زي ما تقولك انا ما كنتش فوعي تماما اساسا يعني عشان بستبع انا كلمت في الموضوع ده الف مرة وبعدين انا كنت تقريبا ضحية ناس صحابي ومنهم لله يعني ده اللي قدر اقوله لان انا عمري في حياتي ما عملت عيد ميلاد وحد اتكلم عنه انت حضرت لي عيد ميلاد قبل كده انا حضرت لي عيد ميلاد قبل كده فما ينفعش انه انا اصلي بعيد ميلادي كده وانا استأت من نفسي جدا وبعاقد نفسي عليه لانه يكفي ان انا لغاية دلوقتي بتحاسب عليه معترفا ان انت غلطي اه طبعا انا غلطانة جدا لو قلتلك تعتذر الجمهورك تعتذري اه طبعا انا اعتذر بكل كل اللي عندي قلوهم انا اسفة ان انتوا شفتوني بالطريقة دي انا اسفة ووعد مني بدا ما يتكرارش ابدا انت شايفة ان في ناس من زميلك او الوسطفاني بينفسينه عليكي والله احنا عموما في الوسط ساعات بيتقال انه في ناس بتغير من ناس وفي ناس لا مش بتقال انت بتقول بينفسينه على طول لا مفيش مش بينفسينه في ناس ممكن تكون اه بتتدايق مني او مثلا اه مثلا كنت بافتكرهم مثلا صحاب او زميل بياخدوا ادواري في اوقات غريبة او بيضربوني في ظهري حيات كده يعني يعني مفيش صحاب اه رهن اه ليك اعداء مع صحافة اه اعداء اه لا مليش علاقة بالصحافة في مشاكل مليش علاقة خالص بيهم اطعاهم يعني ازاي وانت مشهورة ايه مشهورة بمجهودي مش مشهورة بالصحافة يعني مش بكلم صحفي اقوله وانا بيتكلم عليا النهاردة كويس يعني مشهورة بمجهودي مش منا في مشاكل مع صحفيين لاحقا لا الحمدلله عمرك كان في مشاكل مع صحفيين خالص كان فترة ايد ميلادي فانا كانت في ناس كتبت كلام مش حل في ناس انا كلمتها في تليفون وقلتهم يعني ما تحكموش علي لما تبعوا عارفين الحقيقة الاول اللي كتب واحش ده تكلمتيه ما اعتبتهوش تعملت ليه كده؟ كلمته اللي كتبوا كلام واحش انا كلمتهم يعني جبت نمارهم وكلمتهم انت ثلاثة كلمت عنهم في برامج وصحفيين كتب وكذا كذا كذا الصح ان انت كنت طلعت في التلفزيون ولا كنت كلمتيهو من الاول بالراحة؟ لا انا في ناس كلمتها لأسف وكلموني بطريقة عشية جدا وفي منهم واحد قفل فوشي السكة وقال لي انا فاكرة جملة مثلا قال لي روحي تربي حاجات كده قال لي جملة غريبة كدا ما ردتش علي؟ لا انا ما ردتش لانه اقصى قفل فوشي السكة ها قرد اقوله ايه؟ والغد دولت بكلموش؟ لا انا بكلموش طبعا خالص؟ خالص وهو يعني انا حتى ما عافش عنه حاجة اساسة انا قلتها فجر مفاجأة وهي دي المفاجأة انا قلت ما انفعش رام سعيد تكلم معها وانا لها نجيبلك مين ضيفة طلبت حد معين وفي الاخر نلع معاك مين فضالي فانا بقولك قداما ومش بوقع ليه قلت لي بلقاش مين فضالي واحنا جيبنا هالك فكده مش بتوقع؟ لا لا انا بكلمك صراحة انا انا بكلمك صراحة كده مش بتوقع؟ اه لا بقول الصراحة انا بحاول ان انا بمزيح شاطر وفي جيه انا والمعد اللي بقولك ما تقولهاش وحنجيب مين فضالي اما جيبنا هالك انت تأخرت حوالي نص ساعة امردتش وولي ليه ما كنتش عايز تطلع معاك مين فضالي؟ ده احنا بتنفروض بتقول الكلام ده في برنامج ده عامل حلقة عن ايه؟ لا على الصراحة عن تهدئة النفوس على الصراحة وقلت في اول حلقة ما ينفعش انا قلت ان احنا مفيش حاجة كامل بينا نتكلم فيها بالعكس؟ لا مفيش حاجة بيه وبينها نتكلم فيها نتكلم في ايه؟ بالعكس انت جد لا هي ستايل وانا ستايل هي في حتة وانا في حتة دي احلى حاجة ان ايه ستايل وانت ستايل تاني عشان نبين الجمهورة ايونا تقابل في حلقة واحدة لو سمعت ما تهربش من السؤال انا ما بهربش ولاي بقولك بودا انا بقوله مش عايزة اطلع معا مين فضالي مش عايزة اطلع اقول ايه يعني اطلع عامل ايه؟ مين فضالي احمد سبك كلمك قالك فيه بطولة فيلم ورهم سعيد معاك رهم سعيد تعليكي ولا بنقس منها في الفيلم خالص لا مش فهمه احمد سبك كلمك قاله يا مين عامل ايه؟ فيه بطولة فيلم مش عايزة اقولك ورهم معاك رهم سعيد هتقولي له اه يا ريت والنبي دي تعاليني ولا تقوله بقولك ايه؟ بلاش رهم سعيد لا انا مقدرش اقول كده بس انا ببص للدور قبل ما اشوف معين لو في ايه دي كان ايه؟ لا مش بيدي انا عملي ما بتدخل فيه لا ده حقيقة انا عملي ما بتدخل فيه رهم سعيد تعالي مين فضالي ولا لا اه ولا لا اه ريهام تعالي اي حد لا حقيق والله بغد النظر يعني امصاري طبعا انا بصي انا هقولك صراحة انا اتضايق طبعا انت كنت شاستلاعي معايا بس انا بغد النظر انت شاستلاعي معايا انا بحبك كموزيعة ويمكن كممثلة لا انا اول ما عرفتها عرفتها موزيعة ممثلة بتعجبك في التمثيل؟ لا ريهام ممثلة كويسة جدا بجد عشان كده عشان كده هتعاليك رهم سعيد مينة بتقولك انت تعاليها مينة فضالي؟ تعالي ارهام سعيد في فل؟ بصراحة مش عايزين نلوع؟ لا بص هبقولك بصراحة والله تاكلها عايز تاكلني ليه؟ طب بالراحة لا يعني هي ردت ردت بلوماسي لكن انا شايفة ان كل فنان بيعلى بأداءه بجد مفيش حد بيعلي حد يعني كل واحد ليه جمهوره يعني منا ناس بتحبها عشان هي منا مش عشان مسلت مع رانيا يوسف ولا مسلت مع ليلى عقلوي ولا مسلت لا يعني انا ريهام سعيد تعالي بريهام سعيد سؤال تاني يعني بصيغة تانية احمد سوبك تكلمك يا ريهام انت بطلة الفيلم اجيبلك منا فضالي ولا منا شالبي لا انا مبختارش زملائي لكن لا الفيلم بتاعك وما تغربيش منا فضالي هسلك هترايحك معاك الفيلم مش هتغير منك ولا جيبلك منا شالبي هتختاري مين؟ انا تجيب ارادات للفيلم اكتر يبقى تختاري مين؟ مش مش حاجة شخصية ليا تختاري مين بقى؟ واسأل لي انا ليه هو المنتج؟ انا سيت المنتج وعازك في فيلم وباسألك صراحة اجيبلك منا فضالي يا حبيبتي اي حد هيقول ان اكيد منا شالبي اكيد نجمة اكتر يعني منا شالبي منا شالبي بدلوقتي سوبر سوبر ستار اه ماشي انتو الاثنين كان عندوك اوضايا ان في ناس انت برضو نفس المشكلة الشبكة بتاعتك وانت نفس الموضوع الشبكة بتاعتك في اواضي الحقيق ايه عشان احنا في شهر الكريم ونباين للناس عشان نعرف الناس ايه الحقيق انا لسه كسبان القضية مبارة كسبتها؟ الحمد الله انت فعلا كنت واخد الشبكة؟ انا شبكتي راحت العادل اللي باقي كان معايا من الشبكة كان دبلة دهب اه وروحت وقلت له الكلام ده في تليفونة وانا بعتها وجبت بيها جزمة ايه دبلة بتسوي عندي الجزمة؟ انا انا بحكي اللي انت بتبتولي قلي صراحة بعد كل ده؟ قلت كده ده اللي حصل شبكة بقى هو واخد الشبكة قريدي هاجيب له شبكة منين وبعدين هي المشكلة انو انا ما عنديش خبرة انو انا عشان قدي شبكة الواحد هاجيب اثبات او اجيب شهود عشان هتديله شبكته واحدا بيجي يبيع بيبيع من كل حاجة يعني بقاش باقي على حد منا فضالت خطفتي حسن الموضوع ده مدبر ولا عادي صدفة خطفوك كنت ماشي معروه احكي لنا اللي حصل ولو سمحت متكدبيش والله انا معرفش صراحة مدبر ولا لا بس انا اه ليه بتفكرني بي حاجة بالش وراجل ده موضوع لكن تم تبقى لما تبقى ست واتعرض لإهنات وشتيمة وضرب وقلة أدب كان موضوع صعب جداً أصلاً علي حكيلي بالتفصيل بالأول ما خطفوكي بالضبط معلش ما بحبش ساعد عشان بدي معلش لو سمحتي الناس عايز تسمع بساعد لأ بليز مش عايز اذكر معلش يا مني لأ خلاص ولا بحكي لأ الناس ما تعرفش أنا أنا لا والله الناس عارفة بس الناس ما تعرفش اللي عايز يسرق حياخد عربية وحيسبني في الشارع بس أنا أخدوني ساعة قاعدوا يضربوا في هفتة العربية وشتيمة وتهزيق وقاعدوا يدي لي أدهم أبوسها كلهم خمس رجالة وشتيمة واخدت كلام مش حلو بجد بليز مش عايز اجد منا فضالي كتب على الفيسبوك أن أنا معجب بكي وعايزة اجوزك سمعت الإشعادية؟ آه سمعت الإشعادية؟ طب قالوا لي كده؟ عشان أنا ما سرحت عيد ملدك؟ لا ما عرفش بس ما فيش إشعاب بتطلع من غير يعني شرارة كده أكيد حاجة حصلت لا ما فيش حاجة أنا روحت لعيد ملدها كان عيد ملد منها لعيد ملد اللي عم حصلها مشكلة فبتدت عيد ملد عمرت عيد ملد طب ما أنت جيت عيد ملد بس ما حادش قيلة نحن متجوزين ممكن عشان أنت مش عارف أنا بس تصلي علي مركزين علي قوي فهما أي حد هي جنبي دلوقتي يبقى علي كلبوش خالص بصراحة كده بصراحة كده بصراحة كده لو أنا تقدمتلك بتقبلي؟ أنت تديتلي مننا كده مساحة أكبر مني بكتير يعني طلع في الحلقة كده سنيدة إيه المشكلة يعني؟ يعني إيه المشكلة؟ إيه المشكلة حضرتك؟ جايبني ليه طيب يعني المشكلة يعني أنت بدلت تسأل أسئلة تسأل أسئلة أنا يعني لما بتروحي برنامج حضرتك وإنت المزيعة مش أنت اللي بتدري للحوار؟ أبس أنا لازم كضيفة أوافق يعني أنا مكنش مفقى أجي أساساً وبصفتك وبصفتك ما نتجي حضرتك صعبة قناة يعني؟ عشان بس النهار أنا جيت بس عشان القناة يعني إيه منتاجي لحضرتك حتى حتمنتجي ده حضرتك؟ أبس شيل الحاجة اللي مش عاكمين يا عشان هو أنت ناسي أن ده برنامج برنامج تاعك ولا حاجة؟ أنا معرفش لا ده أنا ضيفة فيه مانت ضيفة طيب الستة أو أختها أو الزميلة حصلها بموقف وبكت فتاخد عقاها بنطلعها من الموت بس لا أنا ما بتكلمش عن أنها بكت بكت على عيني وعلى راسي أنا بتكلم بقول أن أنت مقسمتش الحلقة صح لأن أنت أكيد أي الخبرة في مدار إزاعي أنت أقول حضرتك كده ومعايا مهد ومعايا مخرج أنت أقول مرة تزيع في حياتك من قبل ما حضرتك تزيع وأنا بزيع حضرتك والله أولا تلعت كده شرع الهرم يعني أولا فين؟ تبتلعي أحضرتك بشرع الهرم؟ لا مش بتلعي أولا ببص حضرتك طالما شرع الهرم من قبل ما أنت نجم حضرتك أنا هنجم حضرتك طب يعني يبقى خلص الحلقة صح أحسن من الحلقة ما تتزاوش أصلا تنزل الشارع أنت حضرتك ده هنشوف مين حضرتك لا خلاص لو عايز ترمي الحلقة دي نرميها دي حاجة ترجع لنا حضرتك لا مش ترجع لك أنت ولا حضرتك والله ترجع لنا أكيد أنا بالنهار يعني للنهار أبقى معينك بالنهار بالنهار أنت عشي صعبتك النهار ولا إيه؟ يا أستاذ دي بتقول لك أمانتش الحلقة يا أستاذ يا أستاذ عماد ما ينفعش أن أنا أفضل قاعد على الكرسي كل باقت يعني يعني استغفى الله العظيم يا رب تفضل يا أستاذ يا أستاذ حاضر أستاذ حاضر أستاذ حاضر ما ع RIZIATI يا أستاذ يعني ما ع RIZIATI إما أنت عايز صديف من الفضائل واحدة هم اصدفتوا هش لوحدة لي؟ على فكر أنها حرة حضرتك بل الضبط أنت حر وأنت شعري تلع في برنامج بلش ليس واغد مقابل حضرتك ليس واغد مقابل حضرتك انت تلعب بلايش؟ لا اه انت تلعب بلايش. سادة الوحيدة اللي تلعب بلايش. دي مشكلتك مع الانتاج مليش داونا حاجة. لا مش مشكلتك مع الانتاج هنمخوطش انا فلوس من القناة. حاضر هنسألك ثلاثتشر سؤال حاضيك فضالي. يالله استاذ. لا مش هاسأل ولا عايزة اطلع معاك اصلا على فكرة. انا مش قاعد هنا عشانك. حاضر استاذ. ما قاعدتها مش عشبين لا مش عشانك عشان القناة بتاعت. حاضر فاني باشي. مرسي على زوقك. يالله استاذ بعد ازنى. بتقفقفي على ايه منه دحقي. حابطي انا كلمت. قصي بتبصي في الساعة وبتقفقفي وحاجات كده. ايو عشان انا عندي تصفير بعديك. تم اعمل انت مش جتي هنا برضو يعني. والله انا معادي الساعة سبعة دلوتي الساعة عشرة. معلش بس انت قبلتي تيجي يعني. فلازم يا حاجة تتعامل صحية ما تتعاملش. كلمي بقى هوا تكلميني. عشان انت اللي بتقفقفي فبكلمك انت بس. انا حرة افقف برحتي وانا با فقف لك. لا مش حرة انك تقفقفي لانك بتقفقفي ولانك اخري arrangement اللي انا بقولو. ايه ازن يعني في طريقة الكلمة معي فيها. لأ انت هتعلميني الطريقة اللي اتكلم بي؟ علمكو المعتيا伴ني. انا مش جاي عملي برنامج يا جاي عملي خدمة والله. اخلص اعملي خدمتك واني مشي. بس بطريقة لاطيفة. مش بطريقة مش لطيفة. حاخد كورس. عشانا فجأة حسيت ان انا قاعدة مع نجمة النجوم. لا حتي انا كنبرس ولا تسعلي. خالص. انتش اللي قلتش على نفسك. فعلا. عايبة ما تقول عليك كنبرس هاي. انا ما قلتش خالص هاي اللي بتقول. انت قلت يا كنبرس هاي اللي بتقول بسماتش. انا ما اتكلمتش خالص. منها منها. معلش انا عشان انا عشان انا. ولا على شارك. انت بوزيل الحلقة كده منها. تولع الحلقة. عشان انا. انت عشان صاحبة النهار ولا ايه. يا منا عشان انا عشي خاطر انا. قصة من بالله ما ركّب. والله العظيم قابل عشي خاطر انا حبيبي. عشان خاطر انا حبيبي. بالعشان خاطر يا شخاطر. لا لا لا. لا لا لا. لا لا لا. مدرجش استحمل. لا اتفاهم غلط. قلت لأ. عشي خاطر انا. انا مليش في كلمده. انت قصع ماك تسأل اسئلة رخمة وانا مشايز ابتكارها. يا حبيبي انا مفيش بني بنيها عش تكلمني كده. انا متأسف لك. ده انا بالعكس. انا اختم. انا مسلم عليها بره وحضناه وباي ساعة الهات زي الامر. ايه عشان هي النهارة يا صعبت كانت النهار دلوقتي. معلش اش خاطر باني. انا هافل انا هافل. لا انا مش عايزة. عش خاطر سعر. معلش. يعني انت بطلوبة مني حاجة بعمل. عش خاطر انا? عشان خاطر انا? عشان خاطر انا? لا لا تنكس. بتعرفت تسلم علي ازاي? سلم ايه كده? اول ما دخلنا بتعملي ازاي? معلش. هي حرة. بس انا مالهاش نتكلمي كده. اخوش شاختي معلش. معلش. يلا. عشان خاطر يلا. يلا. يا سعد والنبي عشان خاطري مش قدر. ونبي عشان خاطري. وغالو تسعد. وغالو تسعد عني. يلا. سافل مننا فضال يا جماعة. سافل احلى مننا فضالي. سافل احلى مننا فضالي. سافلوا. سافل احلى مننا فضالي كالة المقلب. وما تعرفت ان انا موزيعة البرنامج. وبالرغم من انها قبليتني كثير قوي في حياتها. وتعرف ان انا بعملها كويس جدا. برغم اني سلمت عليها بره كويس جدا. وكلمتها كويس جدا. برغم انها تعرف ان ان دي من شخصيتي خالص. ولا تيجي جنب اي حاجة. صدقت لمجرد اني كلمتها وحش او استفزتها. وهو ده اللي بيحصل للموقت. ان احنا دايما لما بيختلق خلاف بنختلف. لازم ينخلق خلاف. فاحنا اقول لان الخلاف ممكن يعدي من غير صوت عالي ومن غير نربازة. منا استحملتنا النهاردة. وعلى غير العادة ما كانتش عصابية. انت وحش جدا. انت زال عسل. ورخم. احبك. احبك يوم. طب والله رخم وانتي رحمة. انا كلمت كده. والله اتصورت انا اديت منك دلوقتي. مش بحذر والله. بحذر من ايه. انتي عارفة اتصورت. انا لا يمكن اكلمت كده. ما انا لسه ايلله كده. وانت اقول لك ايه. مش عايز اتكلم عشان كده. بالرغم يا جماعة من احنا. ايه اللي مش كتب بكتيني كبتور. والله انت واحد. وهي اضرب منك. اسلم عليها. اسلم عليها. والله انت رخم. بالرغم ان احنا ممكن نختلف. ما ينفعش يبقى بيننا خلاف. لازم نسمع بعض. لازم يبقى بيننا لغة الحوار. لازم نصبر على بعض. عشان ما نوصلش لللي احنا وصلنا عليه دلوقتي. شوفك بكرة واصباح شوفك بكرة. شوفك بكرة.